زوجي جاهل لا يحب أن يتعلم وعامل نفسه فاهم يعني طبعاً هذه إشكالية لكن أنا قلت في بعض الأزواج اللي من هالنوع شلون أنت توصلين لهم الرسالة؟ أو كيف توصلين لهم المعلومة؟ ممكن تستخدمين الوساطاء يعني أنا عندي حالة مثل هالحالة اللي أنت طرحتيها أنا حليت المشكلة من خلال الأطفال خليت الأم تعطي المعلومة حق الطفل الطفل يعطي المعلومة حق أبو صار الأبو يستقبل من الطفل بس المعلومة نفسها لو تقولها الزوجة الزوج ما يستقبلها فإذا استخدام الوسيط ممكن أنها تعالج كثير من المشاكل خاصة مع الرجل الجاهل اللي عنده لو زوجته عطيته معلومة أنه هذا يخدش رجولته أو يخدش كبرياءه أو معناته أنه ما يفهم لأنه أكد ببعض الرجال عندهم هرمون النقص هذا وبالتالي أي شيء يأتي من المرأة يقول له لا ليش؟ لأنه يعتقد أنه المرأة لو تفوقت عليه يصير هو معناته ما عنده قيمة هذه المفاهيم قد تكون جزء من التربية في ثقافتنا العربية ولذلك لابد أن المرأة لما تتعامل مع هالثقافة لابد تكون ذكية وتعرف كيف توصل المعلومة بالطريقة الصح أما من خلال الأطفال من خلال رسالة من خلال إختة أنا عندي بعض الحالات عالجتها بالأخوات عندي بعض الحالات عالجتها بالأمهات فالمهم يكون فيه وسيط ذكي والزوجة تعرفت شون تشتغل بطريقة ذكية بحيث أن نتوصل ما تريدها إلى الزوج ترجمة نانسي قنع